اكدت مملكة البحرين اهمية ضمان حماية المدنيين في النزاع المسلح من خلال الامتثال للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والاستثمار في تحقيق التنمية والسلام المستدام جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين التي القاها السفير جمال فارس الرواعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الامم المتحدة في جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الامن حول ضمان امن المدنيين وكرمتهم في حالات النزاع والفت الرواعي الى ان النزاعات المستمرة في مختلف انحاء العالم تعد العامل الرئيس لارتفاع مستويات عدام الامن الغذائي الحاد مشيرا الى ان مملكة البحرين رحبت باعلان تمديد اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية باعتبار خطوة مهمة للمساهمة في تعزيز وضمان الامن الغذائي العالمي واضف المندوب الدائم ان البحرين اعربت عن ترحيبها بتوقيع اعلان جدة بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن الالتزام بحماية المدنيين وتيسير تنقلهم وحصولهم على المساعدات الانسانية والطبية مجددا تأكيد ودعم مملكة البحرين المبادرات الرامية الى حماية المدنيين والحد من اثار النزاع المسلح على حياتهم بما يلبي تطلعات شعوب العالم في الامن والسلام والاستقرار والنماء خلق عادة شعوب العالمي خلى صوفه شئو زل